السلام عليكم الاول حاجة public law وفيه حاجة اسمها system of law وحاجة اسمها civil law تمام? system of law جزئين واحد public law public law لو نوعين ده a و b وعندي تاني نوع بعد public law عندي civil law ده system law public law اللي هو القانون يعتبر public يعني عام تو مقسوم لقسمين criminal حاجة اجرامية يعني جريمة حصلت او administrative الجريمة بتبقى اي حاجة حصلت ضد مصلحة الانسانية او safety او امان او safety يعني امان الشخص ال public الناس العامة administrative law هي regulation بتحطها الحكومة government اللي هي الحكومة او agency اللي هي اللي جان الحكومية الوكالات الحكومية النوع الثاني civil law بيحمي ال citizens المواطنين مش بس العامة تنديس لا المواطنين فقط هنا كان العامة مواطن مقيم حد جاي اقنابي بيزور البلد visitors لكن هنا ده بيحمي المواطنين فقط لهم من نفس جنسية البلد from others who might seek to take unfair advantage من الناس الاخرين اللي ممكن هياخدوا ميزة زيادة عنهم اوكي دي 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 القسمين بس نعرفهم كده تعداد ممكن قلنا ايه هو السيستم او اقسام السيستم التورت لو التورت لو هنا بيتكلم عن ايه هو قانون المسئولية التقصيرية انه انه لو الشخص الدكتور اثر في عمله ما قداش العملية عملش عملية operation مثلا بشكل صحيح ما قداش الخدمة الطبية بشكل صحيح فقدى الى انه المريض اتضرر اتضرر ضرر كبير قد يؤدي الى الوفاة فالحكاية حاكم بتحاكم بتحكمه في حاجة اسمها التورت لو مسئولية التقصيرية انه اثر فدي بيقول ان السيفي الرونج انه اعمل حاجة غلط committed against individual ضد الفرد الافراد or property for which court provides فبالتالي الكورت اللي هي المحكمة هتبدأ ان هي تعاقبه فبيقول لك المبادئ الاساسية الاساسية لازم نحافظ على السلام between individuals بين الافراد او to substitute نستبدل الكومبنساتري نديله زي تعويض يعني كومبنساتري ريميدي للشخص اللي حصل له انجري حصل له جارحة وحصل له مشكلة يعني مثلا نجا عمل عملية وعمل عملية بشكل خاطئ قطع اصبع زيادة عمل حاجة فلازم نديره تعويض عنه فو هكذا تمام this is the civil law the tort law دي اسمها ال basic functions لو سألنا ايه هما three basics form of tort لو ايه هما التلات باشكال برضو ممكن نحفظهم كده negligent tort intentional tort intentional اللي هي مقصودة و tort in which liability فيه liability فيه التزام معين is assist regardless بغرض النظر عن الخطأ يعني فيه التزام ملزم انه يدفع مبلغ معين ملزم انه يعود تعويض معين بغض النظر عن fault الخطأ اللي ارتكبه تمام ممكن نحفظها لغاية هنا بيبقى negligent tort intentional tort واخر حاجة اللي هو liability regardless default بغض النظر بعد كده عندنا ال causation و عندنا ال causation جاية من كلمة cause cause اللي هو السبب ايه المسببية للشيء بيقول انه هو revolves ايه السبب انه هو اثر في عمره او انه هو هيتعاقب او يتحاكم revolves around weather acts ايه هو الاكت او الفعل اللي ادى الى where caused اللي حصل وسبب illegal cause اللي عاقب legal cause of damage انه هو السبب ان الحاجة اللي الجزء ده تدمر damage حصل تدمر وحصل انه هو يعاقب عليه قانون القانون اللي هو اسمه legal كلمة legal يعني قانوني تمام بس هي الحتة دي اللي مهمة اللي تحت مش مهمة بعد كده بيقول damage اسباب الدمار اللي حصل 3 3 انواع ايه اما economic احفظها بس كده رؤوس اقلام economic اقتصادي او non economic غير اقتصادي او punitive damage التلاتة دولت بس لو سأل ايه انواع ال damage او الدمار اللي حصل اه للشخص elements of negligence كلمة negligence جاي من كلمة تجاهل مسلا اه ايه عناصر The practitioner owes بيبقى تكون عنده duty واجب تجاه المريض duty التزام لازم يقوم بعمل او الpractitional preaches that duty ان هو اخل بهذا الواجب The preach of duty was the cause of damage بمكن ان هو اخل بواقبه ده هو ده سبب الدمار الدمار ده harm ازل انسان و ازل مريض فهي دي elements العناصر بالترتيب كده واحد واحد يؤدي الى الاخر طب لو قلنا بقى three classification of mal practice ثلاث اقسام او تصنيفات للمال practice مال يعني اداء الخدمة بشكل سيء criminal مال practice ان هو عمل حاجة criminal جريمة او civil حاجة ضد citizen المواطنين اللي هي مثال على النجليكانز او ethical حاجة اخلاقية زي ان هو تعد على بنت مثلا مريضة عنده او اي ان كان دي اسمها ethical mal practice ثلاث انواع دول مهمية رؤوس اقلان بس كده two general defenses يوجد نوعين من انواع الدفاع ضد العمليات ال intentional اللي حيان بتكون الجريمة دي مقصودة no intent to do her لو كان غير لا يقصد او patient gave consent of action ممكن المريض كان موافق يعني هو الدكتور قال له العملية خطيرة ونسبة نجاحها واحد في المية وهو عطاله consent عطاله موافقة تمام فبالتالي اما الدكتور ما كانش يقصد او كان الدكتور فاهم ان العملية مش تنجح لكن المريض قال له ما لكش دعوه اعمل هاني انا موافق فهو كان عارف knowing the risk عارف الخطورة او قيل له انه ممكن الشخص مثلا الهيام العملية ده قيل اهله انه ممكن لا ينجو منها يموت والمريض اعطاله consent واهله اعطاله موافقة فهم كانوا عارفين knowing the risk كانوا عارفين الخطورة طب ازاي الواحد يتجنب اللو سويتس الدعاوة القضائية عن طريق التوعية الaware risk management كده ايه تقرأوها قراءة وان شاء الله كمل في الفيديو القادم ما تنسونيش من دعاواتكو اه في ظهر الغيو وان شاء الله يكون علم نافع يا رب العالمين بالتوفيق وفي امان الله